بسم الله، فيديو جديد النهاردة معنا، نتكلم فيه عن البرد بيو، ايه هو البرد بيو؟ نستخدمه في ايه؟ البرد بيو عبارة عن رسمة للوحة اللي بيكون في ايدك، تقدر طول عليه تمبل التباعة لنفس اللوحة، يعني هتفتح البرد بيو بتاع اللوحة دي، هتلاقي بنفس الشكل اللي أقصادك دلوقتي ده، أماكن القطع في نفس أماكنها، بنستفادي من البرد بيو، ليه أكتر من استفادة في تطبع بعض الأعطال، الاستفادة الأولى، معرفة أماكن القطع، يعني مثلا أنا بحثت عن أو تطبعت عطل على مخطط، ففيه مقاومة، أنا مش عارف مكانة هنا، عدت دور عليها مش موجودة، أو البرد بيو لا يوجد كتابة أو توضيحات لأسامي العناصر أو تغتيبها على البرد، فطبيعا أنك لازم تحتاج لي بورد فيو، ومجرد إدخال الرقم للعنصر، ستعرفك مكانه على البرد، في بعض البرد بيو هاب، أيضا بيكون لها خاصية أخرى في الملف، أنك تعرف أماكن الإشارات واتصالها ببعضها، وفي بعض ما بيكونش فيه الميزة دي، هنرى الثانيين النهاردة في هذا الفيديو، دعونا نرى البرد فيو، ونربط بالشكل، أو نتابع مع بعض، رابط البرد فيو بشكل الموجود قصدنا على اللوحة، بحيث أن الصورة توضح بشكل عامل. ده شكل البرد فيو لما بتفتحه، بيكون شكله بالشكل ده، طبعا هي رسمة لنفس البرد ده اللي إحنا لسه شايفينها، فخلينا نربطها كده ببعضيها، هي ظهرة دلوقتي قدامكم، وخلينا نربط دلوقتي الشكل ببعضه، لو افترضنا مثلا عندي عنصر زي ده، العنصر ده محروق، أو مش موجود، أو اي إن كان السبب أن تشعفت عرف رقمه، المخطط ليس سيفيدك إلا لو فيه ترتيب للعنصر على البرد، مكتوب عليه يو 1، يو 2، يو 3، ده سيفيدك المخطط، طبعا هيسهل عليك البرد فيو في معرفة ترتيب الرقم على القطعة، مع المخطط، فلو رحنا كده، الـ IC اللي احنا شايفين الوقت على البرد فيو، ده ما احنا شايفين اهو، هذه الـ Connector بتاع الكيبورد، اهو موجود، وهذه الـ IC، وهذه رقم الـ IC، عن طريق الرقم ده، احنا ممكن نروح على المخطط برضو، ونكتب رقم الـ IC، وهذه رقم الـ IC، وهذه رقم الـ IC، طبعا فيه بورد فيو، مش هتحتاج فيها انك تعمل خطوة دي، بيحدد لك برضو رقم الـ IC في البرد فيو، لكن، في البعض مش موجود، وفي البعض اقل كمان في الامكانيات دي، برضو هنشوفها دلوقتي، ولكن دي فكرة عمل البورد فيو، دعنا نشوف مثال تاني مثلا، أنا تتبعت عطل على مخطط مثلا، وأنا أريد أن أعرف مكان المصفت ده مثلا، ده بيكيو 47، ده بيكيو 47، ده أنا شاكك فيه، ونعرف مكانه على البورد، والبورد ما فيهاش ترتيب للعناصر، أو ما فيهاش تركيم لكل عنصر على البورد، فأنا أعمل ليه؟ أجيب البيكيو 47 دي، وأروح على البورد فيو بتاعنا، ويكتروله F زي أي أبليكيشن، وأكتب بيكيو 47، هو كان 47، بيكيو 47، تمام؟ طيب، ادي بيكيو 47 زهل لي، فمنجر ما بتدوس عليه وتقفل، بيظهر لك مكان البورد فيو، زي ما احنا شايفين ادي بيكيو 47، بيكيو 47، يبقى هو عرفني مكان العنصر، اللي هو مكانه تحت، زي ما احنا شايفين اهو، ده مكان العنصر، بيكيو 47، ده عرفهولي، طبعا هو هنا جايب لك، ادي المكان بتاع DVD، و ادي السد، و ادي المصفت تحت، فانت عرفت بسهولة مكان المصفت، بربطك للبورد فيو، او معلومة لديها لك البورد فيو، تقول كتير لك، ابتدوس عليه كده، بيقول لي، طبعا أنت من اسامي الاشارات ممكن تعرف الاجب ده اس بتاع أين، من اسامي الاشارات، لكن لو افتردت بورد فيو مفقهش اشارات، فبتاخد بارده رقم الاجب، وعلى القطعة أو الإشارة على البرد يتعرفك إتصالها فين يعني هذه الرجلة متصلة مع ايه يعني دست مثلا على الرجلة دي الرقم 20 في الـ IC اللي هو U 20 متصلة مع الـ Connector دا اللي هو بتاع الـ SD Card لان دا IC الـ SD Card فهي متصلة ويقولك برضو هي متصلة مع الرجلة رقم 11 اللي هي الرجلة دي بتاع الـ Connector فدي وظيفة الـ BoardView ببساطة دعنا نرى شيء أعمق قليلا دعنا نرى على ناحية التانية الـ BoardView مجرد ما تضع الـ Space يظهر لك الشكل الثاني من الـ Board يعني ناحية التانية من الـ Board وهذه ستكون بشكل أعمق كده تعرف مثلا هنا هي رمات الـ VEGA طبعا هذه الرمات لو موجودة على الـ Board أو مكنها لكي لا يوجد بشكل أعمل لكن الـ BoardView شامل للـ 2 لو هذه الرمات موجودة لن تقيس الإشارات التي تحتها فممكن تعرف أيضا هي متصلة معي أو متصلة مع عناصر تنعيم أو عناصر حماية جنبها ممكن تقيس الإشارات التي تحتاجها هنا الـ PCH هذه الـ PCH بالنات اللي موجودة في الـ PCH كل واحدة رقمها و متصلة معي مجرد ما بتدوسها على الرجل بتعرف هي متصلة مثلا الرجل دي الرجل رقم 710 متصلة مع المقاومة R584 و متصلة مع R595 هذا هو وظيفة الـ BoardView يساعدك أيضا لو كان هناك أطعف الاتصال أو كان هناك تعويض مثلا في المنطقة معينة هو ممكن يجيب لك الإشارات التي تحتاجها و محتاج إتصالها ببعضها دعوني مثال لو كان هناك مكسف هذا المكسف على 1.5V هذا المكسف ليس موجود على 1.5V فممكن تجيبها الـ 1.5V من أماكن كثيرا كما نرى هناك نقاط موجودة على الـ Board و هناك أيضا الـ IC و هناك نقاط موجودة على الـ Board و هناك هذه العناصر متصلة مع نفس الخط و هناك نقاط أيضا موجودة على الـ Board متصلين مع نفس الخط فهو له استفادات كثيرا وهو قزمته فقط لا يوجد متوفر بشكل كبير يعني مثلا مخاططات متوفرة بنسبة مثلا 65% لأجهزة لابتوب فـ BoardView توفر بنص الـ E-mail تقريبا في أجهزة لابتوب ولكن عموما يعني لازم تكون عندك خلفية عنه ولازم برضو تفتح وتشوف ده مثلا الكنيكتور بتاع الـ Wi-Fi فيه إشارات فخليني تبقى لكم مثال تاني مثلا يكون أوضح ليكم هذه الشكل التاني بتاع الـ Board خلينا نبحث عن إشارة برضو عشان نعرف تتبقى الإشارات مش شرط العناصر ممكن تعمل Ctrl-F حيث تعمل بحث وتبحث عن إشارة مثلا الأرسم مثلا إشارة الأرسم نضعها مرتين فبيعرفك أن إشارة الأرسم دي بين رقم 95 اللي هي في الـ I-O بين رقم 95 اسمها هي متصلة مع إيه؟ مفيش هنا اتصال مع حاجة فتقلب النحية التانية هتلاقي مكان اتصال البنات يعني لـ R-SAML6 لو فيها مشكلة ممكن تقسها على بدنا رقم 95 ممكن تقسها على المقامتين دول R-562 R-565 وطبعا هي متصلة الاتصال مباشر مع الـ PCH وطبعا لو حصل قاطع ناحية الـ I-O فأنت تجيبها منين؟ طبعا كده متصلة بالـ Chips ولكن ليس ترفع الـ Chips لكي تجيب إشارة ممكن تليها متصلة بنطات على الـ Board أو ممكن تكون متصلة على مكاسف أو على مقامة توازي تشوفها تقدر تعود أو تجيب الإشارة تلك وتوصلها على الـ I-O فده أمثلة سريعة للـ Board View خليها شوف مثال تاني للـ Board View برضو ده مثال تاني للـ Board View كما تفتح بـ F وليس محتاج برامج طبعا بيوضح لك أماكن القطع لكن ليس بيوضح لك انتصال القطع ببعض ويوضح لك أماكن الأيسهات أو أماكن المقامات فتقدر برضو تستفاد منه مثال التاني ولكن بيكون في الإمكانيات أقل شوية ولكن برضو بفيدك يعني كفاني أنت مش محتاج أكثر من كده في أغلب الأعطال التي تحتاج فيها الـ Board View أنت مش محتاج أكثر من أماكن القطع كما نرى كل قطعة موجودة يعني مثلا أماكن القطع ده دايود ده ملف دايود مصفتات فهو بيعرف لك أماكن القطع ده ملفات فهو بيعرف لك النوع والترتيب بتاع القطع وفي النهاية بيكون شكل الـ Board View بيكون برضو نفس شكل الـ Board View فدي كانت نظرة سريعة وتعريف بالـ Board View بشكل عملي وبإذن الله يكون الفيديو فاتكوا وإن شاء الله نشوفكم في فيديو تاني طبعا ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات بعد الـ الاشتراك في القناة بإذن الله هيجيلكوا الفيديوهات الجديدة وبإذن الله إحنا أتنوين ننزل أكثر من فيديو الفترة اللي جاية فتابعوا القناة على اليوتيوب شكرا